لن تصدق كيف شكر الحصان المسكين هذا الرجل بعد إنقاذه لحياته تعلق هذا الحصان المسكين في الطين لعدة ساعات ولم يستطع الفرار بمساعدة نفسه بعدما حول المطر الغزير منطقة ألبرت في كندا إلى بركة عصيبة وكأنها تكتب نهاية مأساوية لهذا الحصان وسط هذا المكان ولكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الاعجاب به والاشتراك بالقناة وشكرا لكم سقط الحصان في مستنقع من الوحل وسط الغابة وفي البداية حاول الخروج من هذه البركة لكنه لم ينجح ولأن الحصان كان منغرسا في عمق المستنقع نظرا لثقل وزنه مما أدى إلى غرقه أكثر وأكثر ورفع الطين جسده حتى أصيب الحصان بالذعر وقد حاول الخروج لكن بالطبع كل هذا جعله يسقط أكثر في الوحل قول الحصان لإمساك بحافة المستنقع للخروج بمساعدة أرجله الخلفية ولكن الموسف أن الأرجل الخلفية للحصان كانت منغرسة ماما في الطين ولأن قوة الحصان تنتج من سيقانه الخلفية باءت كل محاولته للخروج بالفشل استمرت محاولة الحصان للخروج من المستنقع لعدة ساعات وفي لحظات كان يبدو أنه اقترب من نجاح مهمته لكنه في كل مرة كان ينزلق أكثر في الوحل ومع مرور الوقت تعب الحصان وشعر بالإرهاق بعدما استنفذ كامل قوته ولا توجد طريقة تساعده على الخروج من هذه البركة ونظرا لقلة المارين من هذا المكان ومع دخول وقت الغروب بدأ الأمر كأن الحصان سيظل في هذا المكان إلى الأبد وسيذوق الموت البطيء بسبب الجوع والإرهاق حتى تظل الحصان بدون أي حركة بدأ الحصان يتنفس بصعوبة كبيرة لفترة طويلة وبدأ الأمر أن الحصان فقد آماله في الخروج من الطين لأنه كان بمفرده ولم يأتي أي أحد لمساعدته وحتى لو كان بإمكانه الصراخ بصوت عالي طلبا للمساعدة فلن يسمعه أي شخص هنا أصبحت كل المؤشرات تؤكد أن الحصان يعيش آخر ساعاته ولكن حدث ما لم يكن أحد يتوقعه ظهر رجل على حافة الغابة يدعى داري الجولفر وهو مزارع ولديه مزرعة قريبة من هذا المكان بل أيضا لديه أحصنة كثيرة في هذه المزرعة مما يعني أنه يعرف جيدا كيفية التعامل مع الحصان ولديه قطعة أرض يعيش في خيراتها وأثناء سيره في الغابة سمع صوتا غريبا ومن مسافة قريبة من المكان شاهد الحصان وسط الوحل ولينتبه إلى خطورة الموقف رأى كيف أن الحصان حاول الخروج من هذا المستنقع ولكن كل محاولاته كانت بدون جدوى لهذا لم يظل داري المكتوف الأيدي ينظر إلى الحصان المسكين وهو يصارع من أجل إنقاذ حياته ولهذا رقد نحو سيارته مسرعا ليحضر حبلا من أجل صحب الحصان وإخراجه من هذا المكان وعلى الرغم من أن وزن الحصان يعد أضعافا كثيرة مقارنة بوزن الإنسان إلا أن داري لم يتراجع عن فكرة صحبه بنفسه لكنها كانت محاولة فاشلة ولم يتحرك الحصان سنتيمترا واحدا ومع مرور الوقت فكر داري في البداية في تغذية الحصان المسكين أعطاه بعض من العشب الذي كان في سيارته قبل تركه والعودة إلى المدينة من أجل إحضار أصدقائه لمساعدته في هذه المهمة الإنسانية وبعد مرور 45 دقيقة عاد داري ومعه أصدقائه وبتوفيق الله عز وجل ومساعدة الأشخاص الذين معه تمكن داري من تسهيل مهمة إنقاذ الحصان بدأ داري وأصدقائه في ربط أحزمة على رأس الحصان من أجل صحبه بواسطة السيارة ولجعل الأمر سهلا وسيكون كافيا لتحرير الحصان من هذا الوحل بالطبع الأمر لم يكن مضمونا ولكن لم يكن أحد يثق في نجاح عملية إنقاذ الحصان بعد ربط الحصان من رأسه وسط نظرة حزينة من الحصان المسكين وعدم امتلاكه أي طاقة للدفاع عن نفسه لكنه يعلم جيدا أن هؤلاء الأشخاص جاءوا لمساعدته بدأت السيارة في صحب الحصان رويدا رويدا وبالتأكيد كان الحصان يتألم لكنه لم يظهر أي علامات الإزعاج وكانه يتحمل أي شيء مقابل الخروج من هذا المستقع حاول داريل وأصدقائه عدة مرات حتى بدأ الحصان يتحرك من مكانه ورأى داريل أنها إشارة إيجابية لكنه يعلم أيضا أن هناك طريقا طويلا أمامه نزل داريل من سيارته ليضح حزام الأمان حول أرجل الحصان وقبل صعوده من جديد للسيارة تأكد من أن كل شيء على ما يرام ليتجنب عدم انزلاق الحصان وهنا حدثت المعجزة بدأ الحصان يتحرك داخل المستنقع وعندما لاحظ الحصان أنه بدأ في تحرير نفسه استعاد كامل قوة للخروج واندفع بقوة كبيرة حتى في النهاية خرج من البركة ووقف الحصان على أرجله وبدأ داريل في إزالة الأحزم من على ظهر الحصان وإزالة الطين من جسمه وصص عادة كبيرة لجميع المتواجدين في المكان بعد نجاح مهمتهم لا شك أن العمل الشاق يستحق العناء وهذا ما فعله الحصان فجأة قام الحصان بتصرف مفاجئ تحرك الحصان ناحية داريل وانحنى برأسه ونظر في عينيه وكأنه يشكره على ما فعله معه لم يعرف كيف يتصرف داريل لكنه ببساطة مد يده وداعب أنف الحصان وكأن الإنسان البشري والحيوان يتحدثان سويا ويتقاسمان لحظة رائعة كان ذلك وص شعور داريل بفخر كبير وبعدها التف الحصان وبدأ ينطلق وكأنه يرقد نحو حريته شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر